أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خمسة في خمسة على يلا كورة وبعد انتهاء الدور قبل النهائي رسميا تعالوا نشوف اختياراتنا الأفضل كانت إيه أول اختيار معنا هو أفضل هدف واللي هيروح لألفاريز لعب المنتخب الأرجنتيني ألفاريز سجل هدفين في مبارات الأرجنتين وكرواتيا ولكن احنا اختيارنا للهدف الأول ليه والتاني للأرجنتيني ألفاريز تقريبا قطع مسافة من قبل نص ملعبه لحد الست يار دوت لمرمى المنتخب الكرواتي كمان اسراره على إحراز الهدف بعدما الكورة تقريبا تقطعت منه مرتين ويرجع يخدها ويروح يحط رجوع ده غير بصراحة التوفيق الكبير اللي كان في الكورة لأن كانت بتتقطع منه كذا مرة وترجع له تاني بس زي ما احنا عارفين ان التوفيق ما بيجيش غير للمجتهدين تاني اختيار معنا وهو أفضل لاعب واللي هتروح لميسي للمرة التانية على التوالي ميسي بيتوج مجهوده مع المنتخب الأرجنتيني وبيوصل لنهائي كاس العالم للمرة التانية بعد كاس عالم الفين واربعتاشر اللي خسره واحد سفر قدام المنتخب الألماني ميسي عمل مطش كبير جدا قدام المنتخب الكرواتي صاحب المنظومة الدفاعية الحديدية وقدر يسجل جول ويصنع جول ولو اتكلمنا عن الهدف اللي صنعه فهو فعلا ما يطلع شغير من ميسي لأنه عدى أهم مدفع في كرواتيا اللي هو جافر ديول وقدر يحطه في ظهره ويعدي منه رغم فرق العمر والكوة البدنية لجافر ديول وصنع الكرة على طبق من دهب لالبرز اللي ما كدبش خبره حتى هو رقميا كمان ميسي قدم مطش هاي لقدام كرواتيا جري حوالي 9 كيلو وضغط على كرواتيا في 31 مرة وصنع 4 فرص ونجح في تمرير الكرة 39 مرة كمان ميسي أصبح الهدف التاريخي للأرجنتين في كاس العالم برصيد 11 جول بعد ما تخطى بات ستودا ثالث اختيار معانا وهو أفضل حارس واللي هيروح للوريس حارس ماروان منتخب الفرنسي لوريس مقدم بطولة كبيرة من أولها والحد دلوقتي وكان الأفضل في الدور قبل النهائي لوريس قادر يخرج بالمباراة لبر الأمان بعد الهدف المبكر وده اللي خل المنتخب المغربي يحاول التعويض وضغط على فرنسا حافظ لوريس على نظافة شباكو وتصدى الفرستين كانوا في غاية الخطورة وعمل 18 تمرير رطولية كمان لوريس حقق رقم كياسي وهو أنه بقى أكتر حارس يشارك في كاس العالم بالتساوي مع نوير ب19 مباراة رابع اختيار معانا وهو أفضل مدرب واللي هيروح لسكلوني مدرب المنتخب الأرجنتيني سكلوني قادر يوحد كل الناس حواليه وخلق روحه ودوافع كبيرة جدا في المنتخب الأرجنتيني تقدر تشوفها في أي ماتش سكلوني درب المنتخب الكرواتي بنفس سلاحه وهو ترك الكرة للمنافس وعدم الاستحواز انتظارا لأي ثغرة المدرب الأرجنتيني بدأ الماتش وهو مرجع كل خطوطه الورا بحيث يستدرج المنتخب الكرواتي انه هو يهاجم ويسيب مساحات في ظهره وده اللي حصل بالزبط الدرب خط تدفع كرواتيا كله ببص واحد لألفارز خد منها ضرب الجزاء فتحت الماتش خطة سكلوني مشيت زي ما هو عايز بالزبط وقدر يسجل التاني في التالت ويقتل المباراة ويمنع تكرار سيناريو ماتش البرازيل مع كرواتي حاجة كمان في سكلوني مهمة جدا وهي انه مدرب مش متعصب لوجهة نظره بمعنى انه بدأ البطولة بلاوتاره في الهجوم ومع تولي المباريات لأن ألفارز أكثر فاعلية على طول غير تشكلته ألفارز بقى هو المهاجم الأساسي وهو دلوقتي تاني هدا في كاس العالم باربع أهداف أخر اختيار معنا وهو أفضل منتخب واللي هتروح لرواكسة تانجو الأرجنتين الأرجنتين بتكمل مسيرتها في كاس العالم وبتصل للنهائي رغم ان أداءها في البداية ما كانش مبشر تماما كمان بيكسابه 3 صفرة على المنتخب الكرواتي اللي معروف من أول البطولة أنه من أكثر المنتخبات صلابة دفاعية وكانت النتيجة ممكن تزيد كمان الفاعلية الهجومية للأرجنتين كانت عالية جدا وده ظهر في عدد الفرص على مرمى كرواتيا سدده 9 منهم 7 على المرمى في حين كرواتيا سددت 12 كرة منهم 2 بس على المرمى الأرجنتين اللي خسرت في افتتاح مشوارها قدام السعودية هي النهاردة في نهائي كاس العالم وعلى بعض خطوة واحدة بس من تحقيق الحلم دي كانت نهاية حلقاتنا من خمسة في خمسة على يلا كورة انتو كمان تقدروا تشاركوا معينا في اختيارات الأفضل من خلال الاستفتاءات اللي بنزلها بعد كل جولة